بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي أحلى حاجة في رمضان السنة دي كمان إن احنا عاشين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشين مع سرطة إن احنا دايما بنأكد في برنامجنا ده إن السيرة سميت سيرة لإن هي بتقدم لنا طريقة عشان نسير بها في حياتنا وعشان كده إحنا جايين نستلهم من السيرة كل الدروس والعبر والقيم وكمان نأكد على نفسنا إذا يبقى عندنا وعي بقضايانا والسيرة في صحبتنا وكأننا أقول لكم الحقيقة إحنا في البرنامج ده في رمضان وكأننا بنتمسح في حضرة النبي بنحاول نتصل بحضرة النبي ونبقى في صحبته وعشان كده النهاردة هنكمل على الكلام اللي إحنا قلناه بارح وإحنا نتكلم عن غزوة حنين وإزاي إيه اللي حصل بعدها هنأخد موقف النهاردة بيقول فيه سيدنا العباس عم حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وخلوا بالكم إن معنا شاهدت ده كلمة شاهدته مع رسول الله وده النص اللي موجود في السيرة عند ابن هشام وعند غيره شاهدته مع رسول الله وكأنه خلينا أقولكم كده كأن فيها مشاهدات يعني المسألة مش مسألة حضرت لا ده أنا شاهدت أنا شفت بعناي عشان يبقى فيها المشاهدة دي كأنها فيها شهادة على العصر أو الله دي شهادة على العصر يعني اللي بيقوله سيدنا العباس ده دي شهادة على العصر يقول شاهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اللازئين معه فلم نفارقه عشان يأكد لك أنه شاهد على العصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهديت له فلما التقى المسلمون والكفار إيه اللي حصل وقال المسلمون مدبرين هرب اليوم كان صعب اليوم حنين ده يعني كان يوم صعب فبيقولك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ركب نقطه ركب بغلته وإيه اللي حصل ورقد بها رقد ذات معناه إن كان بيجري سرعة على أقصى سرعة البغلة راح فين نحو الكفار إيه ده يعني حضرت النبي رايح نحية الجيش آه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الواحد لما كان يلقاك أنه يلقى إيه خميسا جيش فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم راح راكب بغلته ورح متجه نحو تي الجيش فلما اقترب من المشركين ده مزال الكلام كلام مين سيدنا العباس وسيدنا العباس كان جلد كان قوي في الحرب وفي المعارك آه أنا لازم أفكركم أنه كان كلهم كلهم الرجال الأكفاء دولا كانوا يعملوا إيه لما كانوا يقولك كان إذا احتمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مين اللي قال كده سيدنا علي اللي قال أنا الذي سمتني أمي حيضرة القوي الشجاع في القتال فلما اقترب من المشركين من اللي اقترب حضرة النبي سيدنا عباس بيقولك لما قرب حضرة النبي من المشركين نزل فجعله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبعدين بيقول إيه لما رأى الناس كده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيقول كده وقف كده فسيدنا العباس بيقول في بعض بقى في بعض الروايات بقى في رواية السيرة بيقول وانا ااخذ باللجام بغلته بغلته رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفوها لا تسرح مازك في اللجام البغلة كده وبيشدها يعني عارفين حدك لما واحد يترس كده برجليه يفرم برجليه فهو مازك كده برجام وبيشدها لان البغلة واخد من قوة وشدة وثبات وحرص حضرة النبي وإقباله وإحساسه في الحق فهي واخده انتو عارفين طبعا الركوبة اللي بتركبها لو كانت من حيوانات بتحس بإحساسه فهي حس حس بإحساس ايه انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب وابو سفيان ماسك ايه ااخذ بركابي يعني واحد ماسك ايه واحد ماسك اللي جامل فرسة واحد ماسك ايه اللي جامل بغلاء واحد ماسك في ايه اللي احنا بنسميه عندنا ده اللي بيعوضوا عليه ده اللي هو بيتسمى عندنا ايه اللي هو بيعوض عليه الانسان ده اللي احنا منسميه البردعة فواحد ما زل كده وواحد ما زل كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمرة اللي هو مين اصحاب النخل فقال سيدنا العباس وكان صوته عالي سيدنا العباس فنادى باعلى صوته اين اصحاب السمرة فاجتمع الناس حول حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصوات فرماها فاكرين زي في بدر فاكرين زي ما حضرت النبي راح ناثر التراب على رؤوس الكفار قريش وهو خارج من داره وهو في الهجرة فاكرين زي ما حضرت النبي راح رمى الحصايات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم قال إن هزموا ورب محمد الله على التوسل لله سبحانه وتعالى إن هزموا ورب محمد القصة دي فان هزم القوم القصة دي قصة عجيبة قصة غريبة قصة مليانة بالبركات والأنوار قصة مليانة بالقيم ومليانة بالسنن ومليانة بالعبر ومليانة كمان بالوعي اللي احنا لازم يغرسوا تغرسوا فيها أنوار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ده كان شرح لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ده شرح لكلام سيدنا علي كان إذا احتمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتقينا برسول الله لأن حضرت النبي طول الوقت بيعلمنا السبات بس كان لازم يبقى عندنا نموذج كده زي يوم وحنين السبات والثقة بالله وده ما كانش حال حضرت النبي في آخر حياته عشان بس ما عندش يفهم ده ده كان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما فكان صلى الله عليه وسلم رمز لهذا السبات أفكركم قبل الهجرة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف سباته على الحق لما جولوا في بداية البحث وبدأوا يسومون وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وواسق لدرجة أنه إيه حاصل؟ إيه حاصل؟ قالوا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الدين حتى أهلك دونه وعشان كده إحنا بنتكلم عن غزوة حنين بنتكلم عن غزوة حنين وفيها هذا المعنى الرائع في مسألة السبات والثقة اللي كان بيتمتع بيه حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلشان كده أنا بقول للمتطرفين اللي ماهتموش أنه يشوفوا التعامل مع غزوات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير أنهما يشوفوا فيها الجانب العسكري ويقرأوا سيرة حضرة النبي على أنها سيرة قتالية تعالوا نشوف مع بعض طريقة تانية لقرأت سيرة حضرة النبي حضرة النبي حتى في أصعب اللحظات لحظة ماذا؟ لحظة التعامل مع ماذا؟ مع الكفار كان ثابتا صلى الله عليه وسلم وإيه اللي حصل؟ كان حضرة النبي يستطيع أنه يتقدم ويهلك الناس يهلك الصحابة اللي معاه ويدخل في عراق ويزداد الدم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الحصايات إيه اللي حصل؟ رمى الحصايات عشان يجنب القوم اللي قدامه الدم لأن رسول الله من أعظم ما كانت فيه أنه كان ينصر بالرعب مسيرة شهر فرمي للحصايات ده رمي الرحمة عشان الناس دولة يكفوا وينهزموا ولا يزيد فيهم الدماء بس الأهم كمان من الدروس اللي احنا تعلمناها على السبات سبات حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يثبت بمنفرد ويهزم له الله الناس القوم لكن هو كان عايز يرجع الصحابة للثقة بالنفس والابتكال على الله هم يهمكش مهما حصل بس هو لما نادى نادى على أصحاب الصمر إن لهم بيعوا بيعوا وثبتوا على هذه البيعة فعايز يقول لهم إيه ونزاك لما يحب ينديهم نداهم بالأمر اللي يردلهم الثقة بالنفس وعشان كده لازم دائما أبدا حضرة النبي كان بيعلمنا على سنة وذكرهم بأيام الله إيه الفلسفة اللي يذكرهم بأيام الله أن الذي كان معك أولا سيكون معك ثالثة ثانية وسيكون معك على الدواب زي فكرين لما كنا أليلين وتبايعنا على إن احنا ننصر هذا الدين يلا ثقوا بنفسكم وربنا نصاركم وصلكم لهنا أنتوا تقدروا كمان أن تتكملوا حياتكم بمدد الله لازم نتعلم من هذا الدرس أمرين الثقة في الله سبحانه وتعالى بدوام مدده سبحانه وتعالى يا سادة احنا هنا يوم حنين عجبتهم كسرتهم لكن لما ردوهم رسول الله إلى الافتقار زادت الثقة بالنفس كل ما كنا عندك افتقار لله كل ما تزيد ثقتك بنفسك وكل ما تحس بحولك وقوتك كل ما يضيع منك ثقتك بنفسك ودي فلسفة وسر عجيب أن نشوفه من هذه الواقعة ولازم نتعلمه ما حدش بيضيع الثقة بالنفس قد الاخترار بالحول والقوة وما فيش حاجة بتقوي الثقة بالنفس قد الافتقار لله وذلك لما افتقارنا إلى الله ولزنا بالله نقدر نرجع تاني ونحس بنعم الله علينا وعشان كده احنا بنقول الحكمة اللي احنا بنحبها دايما بنقول ايه ما كتب علينا السيد الملك الفقرة للمهانة ان احنا بنكون فقراء إلى الله للمهانة ولكن جبلنا عليه لليقين من دوام المدد والإعانة وزيك لما نبقى فقراء عن حس بان احنا من اهل التوفيق ومن اهل العون من الله وعشان كده عايز تبقى واثق من نفسك كن مفتقر إلى الله لان دية اللي عادي جاوب على سؤالك هو انا اجيب الثقة منين من افتقارك لله انما الصدقاته للفقراء والمساكين طبع عشان تبقى مفتقر لله لا تعمل ايه وعشان ترجع لك الثقة بنفسك تعمل ايه اول حاجة زي ما قلنا الافتقار إلى الله دايما خلي بينك وبين الله سر تدعيه لما تحس ان انت بتنهزم ايه زي ايه تقول له يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي انا مفتقر يا سيدي يا سعدي ويا سندي انت وحدك مددي تمسك بانوار الله سبحانه وتعالى زي ما حضرت النبي كان بيفتقر إلى الله وبيقول له الى من تكلني اه ده كده افتقار شديد لازم تتعود على ده حاجة تانية لازم تاخد بالاسباب حضرت النبي قال ايه كان ممكن يهجب لوحده بعدين قال يا اصحاب السمرة يعني ايه فجبهم فلازم تاخد بالاسباب اذا كنت عايز تثق بنفسك لازم تتعلم كل يوم حاجة جديدة عشان تبقى واثق من نفسك الثقة اللي بتيجي مع كثرة العلم وكثرة التعلم ثقة من قولي تعالى يرفع الله والذين امنوا منكم والذين اقوتوا العلم درجات اخر حاجة عشان تبقى واثق بالله سبحانه وتعالى ويعود ده بالثقة على نفسك ما تظلمش حد وما تقزيش حد خليك واثق من نفسك بغير طغيان بغير جبروت كن واثق بالنفس بانك انت تكون رحيم وتكون قوتك سر سباتك من سر عدوانك القوة ربنا بينهمها للعبد عشان يثبت تقل قلبك بالانوار وخد اسرار حضرة النبي وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت خلينا مع رسول الله وخلينا مع جماله وخلينا نتاكل على الله سبحانه وتعالى وخليك بالتلاتة دولة سرك تعلمك وكمان عطفك على الناس ورحمتك بيهم دعي يخليك من اهل السبات يا رب جعلنا من اهل السبات على الدوام وجعلنا مع انوار حضرة النبي الذي يفتح علينا انوار ابوب الجنان في كل وقت وفي كل زمان ترجمة نانسي قنقر